الطاقة العامة لبرج الميزان بالفترة الحالية ده اشوف انه انت بانتظار اتخاذ قرار او خبر صار لك فترة متأخر عليك هذا القرار او الخبر ممكن يكون على الصعيد العاطفي او ممكن يكون على الصعيد المادي حتى ده اشوف هذا الخبر اللي انت منتظره راح يوصلك بالفترة الجاية ممكن تكون صار لك ثلاث اسابيع منتظر هذا الخبر او ثلاثة شهر وتقريبا صارت عندك طاقة تي اس من عنده ده تفكر انه هذا الشخص اذا كان شخص تواصل او حتى اذا كان موضوع عملية انت قربوا تي اس منوصول هذا الخبر اليك بس ده اشوف انه هذا الخبر بالفترة القادمة راح يوصلك وعلى الصعيد العاطفي ده اشوف عندك بعض المخاوف او التردد او نوع من التشويش عدم الوضوح اتجاه شخص ممكن يكون برج العدراء احنا طال ايامي برج العدراء ممكن يكون شخص موجود بحياتك من برج العدراء انت بالفترة الحالية اه هذا الشخص منسحب او مبتعد عنك صار لفترة ده تحس انه اكو بي تغيير معين فهذا الشي مسبب لك عدم موضوع وعندك نوع من التشويش بالفترة الحالية اتجاه هذا الشخص ده اشوفه هواي ده تفكر تريد تعرف شنو سبب انعزال هذا الشخص عنك فجأة وممكن يكون معاطفي ممكن حتى يكون شخص وياك بالعمل وهذا البرج ما لتفع انت اللي قاعد مثل اللي قاعد دور بالفترة الحالية وراء او ده تحاول تعرف عنه اخبار معينة هاي جينا على الطاقة العامة نظره سريعه خلونا هسا نسخل بالتفاصيل اكثر على جميع الاصعدة على الصائد الماضي برج الميزان الناس اللي هما عدهم عمل يعني هما شون عدهم شغل وهذا الشغل موجود باديهم هما وماكو احد يرأسهم ده اشوف بالفترة الحالية عندك نوع من القلق او المخاوف انو انت تخسر هذا العمل بالفترة الحالية عندك مخاوف اتجاه خسارة معينة بالعمل ممكن حتى يكون عملك نفسه انت مليت من عنده وتريد تغير مكان عملك عندك نوع من القلق عندك نوع من الروتين انو العمل ما قاعد يتقدم وباقي بمكانه نفسه وهذا الشي ايضا طلعوا ايايا حتى بالتحديات اللي ممكن تواجهك بهالفترة ممكن تكون قاعد تبدل مجهول بالعمل اللي انت موجود به حاليا بس النتائج اللي قاعد اتحصلها من هذا المجهود مو متقدر تعبك مو التعب اللي انت تتعب بهذا الشغل يجيب لك القدر اللي المفروض يكون ارباح لك من ناحية التعب اللي انت التعبة ده اشوف عندك تعب هوايا بالشغل بس ما قاعد تاخد حقك عندك ظلم بموضوع العمل هاي اذا تشنت انت يعني عندك عمل ممكن يكون عندك اكو شخص بالعمل المتسلط او حتى اذا كان مديرك بالعمل ده اشوف هذا الشخص امتعبك هوايا بالفترة الحالية وده يضغط عليك وهوايا امور هذا شخص من النوع اللي منضبط جدا ونفس الوقت اه ما ينطي اعدار ولا حتى يهتم للظروف اللي ممكن تكون موجودة عند الناس اللي تشتغل جوا ايدي اذا كانت انت موظف فدا شوف عندك تعب من خلال شخص صلطة اكبر من صلطتك بالعمل للنساء البعض من عندكم ممكن يكون هذا الشخص المدير اللي بالعمل عنده مشاعر اتجاهك او انت حتى عندك مشاعر اتجاهه وهذا شيء مسبب لش نوع من المخاوف والقلق اتجاه هذا شخص واتجاه خسارة عملية ممكن يكون هذا الشخص قاعد يسبب لش نوع من المضايقات بالفترة الحالية فانتي باقية ما بين انو انتي تحافظين على شغلتش او انو انو انت تصدين هذا الشخص ولها السبب عنديش مخاوف انو انتي تخسرين شغلتش بسببه لانو هذا المدير ممكن يكون عنده طاقة تلاعب شوية عموما على الصعيد العملي لبعض من عندكم ده شوفوا عنده التغيير بعمل ممكن بعض منكم يكون خسران عمل صار لفترة او انو هو بالفترة الحالية على وشك انو هو يترك عمله ده شوف اكو عرض عمل جديد وهذا العرض ما للعمل الجديد اللي راح يجيك خلال هذا الشهر راح يكون عرض مستقر وثابت يعني اذا شنتوا داوموني بشغل اهلي فراح يصر هذا الشغل يعني تعيين حكومي يجعدكم وتعيين ثابت يكون لانو ده شوف اكو شغل مستقر عدكم راح يصير بالفترة الجاية راح تستقرون بي بس انتو عدكم نوع من الملل من التعب من هذا الشغل اللي انتو بيه حاليا دا اشوف اوضاعكم على الصعيد العملي امتعبكم العملي هوية بهاي الفترة وهواية شايلينهما ونفس الوقت ما مرتاحين بالشغل اللي انتو بي عدكم نوع من الروتين ونوع من الملل بهذا العمل على الصعيد الصحي دا شوفوا البعض من عدكم شان مارب ازمة صار لفترة ممكن يكون مريض ممكن يكون حتى داخل المستشفى بس بالفترة الجاية ده اشوف عنده شفاء او انه هو بالفترة الحالية بلش انه يشفى ممكن يكون هذا الوضع مو قلكم الشخص موجود من العائلة ممكن اذا كنتوا يعني متزوجين يكون طفل او حتى شريك او اذا كنتوا ممتزوجين ممكن يكون من الاهل المهم ده اشوف اكو مساعدة الشخص مريض وده اشوف اكو شفاء اكو خبر حلو على الصعيد صحي راح تسمعونا بالفترة الجاية ممكن حتى يكون البعض النساء حمل مفاجئة راح يصير عندك بالفترة الجاية راح تكتش فينا نجي شوية نركز على تفكيرك بالفترة الحالية يا برج الميزان ده اشوف تفكيرك بالفترة الحالية بالنسبة للعزاب الاغلبية من عدكم وحتى المرتبطين ده اشوفكم ده اتفكرون انه خلص حان الوقت انه انتوا تستقرون يصرعتكم نوع من الاستقرار بالعلاقة كالزواج البعض من برج الميزان ده اشوفوا بهاي الفترة غالبة عليها طاقة الاستقرار طاقة المنزل طاقة البيت الهدوء البعض منكم عنده امنية مبالي ردي حققها تجد تخص موضوع زواج للعزاب ده اشوف اكو بالفترة الحالية عدكم عرض زواج وانتوا هذا العرض قاعد اتفكرون بي صار لكم فترة والبعض من عدكم ممكن يكون ما مقتنع بهذا الموضوع تماما البعض الثاني ده اشوف انه اكو عدكم امنية ده اتفكرون بيها ببالكم بالفترة الحالية شغلتكم وتخص موضوع زواج ممكن يكون من الشريك بس وتحسون انه هاي الامنية لازم تتحقق وقاعد تدعون حتى تحصلوها عدكم نوع من الرضا السعادة الداخلية ولكن يعني ده اشوف موضوع زواج بالفترة الحالية راح يكون مجرد كلام وبداية الفين وعشرين اكو موضوع زواج راح يصير هاي بالنسبة للتفكير البعض منكم اللي مرتبطين مليتهم من العلاقات اللي مريتوا بيها وهاي العلاقات ما بيها نتيجة وما قاعد توصل للمكان يعني مجرد علاقات عابرة تقضون بها وقت وبعدها تخلص او تنصدمون انتم بنهايتها فده اشوف عدكم طاقة ملل من هاي العلاقات ده تبحثون على شخص يكونوا ياكم جدي بالعلاقة الشي اللي ده تدورونه بهاي الفترة شخص جدي يدخلوا ياكم يكون علاقته بيكم جدية توصل الى مرحلة الزواج هاي ده احتي على التفكير برج الميزان بصورة عامة المتزوجين ده اشوف انه انتم مريتوا بمشاكل صار لكم فترة بالبيت بسبب اطراف خارجية وممكن تكون من العائلة او حتى ممكن يكون شاناكو زعل بينكم وبسبب موضوع طرف ثالث الطرف الطرف الثالث مثل ما اوضح كل مرة ممكن يكون شخص من الاهل هو ده يعق العلاقة اللي بيناتكم او يسبب لكم مشاكل يدخل بها او ممكن البعض الثاني منكم يكون يعني طرف ثالث يكون خيانة بس بكل الاحوال ده اشوف الطرف الثالث اللي كان موجود ببيناتكم للمتزوجين اه طالع من العلاقة بالفترة الحالية وده اشوف اكو مصالحة واكو عودة للمنزل اذا شنتوا تاركين المنزل يعني الناس اللي متزوجين فده اشوف اكو عودة اكو رجوع واكو صلح واكو استقرار راح يصير بالبيت اكو استقرار للمتزوجين من بعد مشاكل جتوا مارين بيها ازمات صار لكم فترة ده اشوف اكو رضا شوية اكو سعادة داخلية راح تصير ممكن يكون عدكم خبر حلو فرحة بالبيت راح تحتفلون بيها او جمعة عائلية راح تصير بهاي الفترة. هسا نجي على الوضع العاطفي البعض منكم يا برج الميزان شوية ركزولي على الوضع العاطفي المرتبطين والمنفصلين راح احجي هسا. البعض منكم يا برج الميزان ده اشوف انتو اخذتوا قرار انه تنهون العلاقة بشخص انتبهولي ما راح اقول لكم على الابراج اللي ممكن تتعاملون وياها ممكن البعض منكم يتعامل ويا شخص برج العذراء مثل ما قلت لكم اول الفيديو ممكن يكون برج جدي وايضا الطاقة النارية موجودة ممكن يكون قوس او اسد. او حتى حمل لان ورقة الحمل مقلوبة. فده اشوف انه برج الميزان ممكن تكونوني هدو علاقتكم بشخص من احد هاي الابراج او عادي حتى اذا ما شام برجة بس القراءة تنطبق مهم الابراج. الابراج بس تأكيدا البعض الناس اللي طاقتهم تكون واصلة حتى يتأكدون انه القراءة تنضبط عليهم مية بالمية من خلال الابراج. فده اشوف انه برج الميزان انتو مريته بخسارة عاطفيا بالفترة السابقة. نهيتوا علاقتكم بشخص هذا شخص كان من النوع اللي متكبر. شايف نفسه متسلط ومسيطر بالعلاقة من النوع اللي يفروف سيطرته بالعلاقة. وهذا شخص علاقتكم بما كانت مستقرة وانتو عدكم احساس انه هذا شخص يكون متلاعظ. هذا شخص ممكن تكون صار لكم سنوية اا او انه موضوع الزواج بينكم صار لسنة مفتوح بس هذا شخص دائما دي اجل بهذا الموضوع. دائما اكو احباط دائما اكو تأخيرات دائما يقول لكم انه يحكوا ايكم اشياء بس هاي الاشياء مدى اشوفه حقيقية صادقة ممكن يكون هذا الشخص كاذب. لبعض منكم ممكن يكون اكو طرف ثالث بينكم موجود بالعلاقة. اذا ما كان برج الميزان نفسه هو بالفترة الحالية انت صاحبهاي العلاقة الثلاثية. العلاقة الثلاثية طبعا انه انت تكون تفكر بشخصين او انه انت يعني تحكي شخصين بنفس الوقت. ف اذا شوف انه وضع العلاقة الثلاثية. راح ينتهي بهذا الشهر. راح تخرج احد الاطراف الداخلية وانه هو الشخص نفسه من احد الاطراف هو راح يطلع من العلاقة يصير ببيناتكم منقطاع بالتواصل تنتهي علاقتك بي المهم يعني بكل الأحوال ده شوف أكو خسارة أنت مريت بيها أكو شخص فقطه طلعته من حياتك نهاية العلاقة بي وهذا الشخص أنت من بعد ما نهاية العلاقة بي ده شوف ما عندك نواية أنه أنت تدخل بعلاقة جديدة لأنه هذا الشخص تعبك وشان متلاعب ومن النوع اللي ما يفكر بعواقب الأمور ولا حتى يفكر للبعيد تفكيره هذا شخص محدود يعني هو داخل العلاقة بتلاعب وأنت أساساً البعض منكم يعرف أنه هذا شخص متلاعب بس هو شان ناوي أنه ينطي فرصة البعض منكم هاي الأزمة سببت لنعدام بالثقة والبعض الثاني ده أشوف حتى أنه الموضوع الأهل ممكن عرفه بي أو الأصدقاء فنحطه بموقف صعب بسبب هذا الشخص من بعد ما انتهت العلاقة ممكن يكون شان وعدك بموضوع زواج وأنت حتيت وقلت بس بعد هالموضوع فجأة يعني اختفى هذا شخص أو أنه قل لك شون نقول يعني أعذار وكذب أكو كذب هواي عد هذا الشخص فأنت منكتشفت أنه علاقتك بما راح توصل للمكان وعلاقة مو طويلة الأجل قررت أنه تنهي العلاقة أو راح تقرر أنه أنت تنهي العلاقة بالفترة الجاية لأنه التحدي اللي قدامك هو علاقة أنت تعرف أنه هي مو طويلة الأجل والنتائج مالتها ما راح توصل للمكان وأنت هواي استثمرت بهاي العلاقة ممكن تكون صار لك سنين ويا هذا الشخص أو حتى استثمرت مشاعر ممكن هواي ضحيت له هواي صبرت عليه وهواي تحملته ولكن هذا كله بالأخير طلع بدون فايدة هي تتعبك راح يعني فلها السبب ده أشوف أنه أنت راح تتخذ قرار بالفترة الجاية تطلع هذا الشخص من حياتك اللي عنده طاقة تلاعب مو طبيعية هذا الشخص حتى عنده نوع من الابتزاز العاطفي ممكن يعني يغلط بحقك ومنه تعاتبه وراح يحشو إياك يقله بالموضوع عليك ويخليك تحس بذنب لأن أنت رحت عاتبته على الغلط مالته ويخلي الغلط موجود به كده أشوفه تتعاني من الفصل من هذا الشخص اللي عنده نوع من دراما كوين يعني دائما يقلب المواضيع الصالحة مهما كان الوضع هو راح ينقلبه صالحة بالأخير حتى لو كان هو الغلطان أنت ما تقدر تلزم عليه غلط فده أشوف أنه أنت هذا الشخص المتلاعب للمنفصلين ممكن يكون دخل بحياتكم من بعد خسارة انفصلتوا أنتوا عن الشخص فبالفترة الحالية قاعد تفكرون بالشخص القديم اللي كان موجود بحياتكم وده تقارنوني بيناتهم لأنه ده أشوف احتمال البعض من عدكم تكون خسارة شخص وبسبب هذا الشخص المتلاعب ولهالسبب أنت عندك نوع من الفرصة الضائعة ده تحس أنه أكو شخص كان موجود بحياتك فرصة وضعت من إيدك ضيعتها ممكن تكون أنت أساسا ضيعت على مدهواية فراص اجتتك زينة بس أنت ما قبلت بها في سبيل أنه تنتظر هذا الشخص بس هذا الشخص بالآخر يعني اكتشفت أنه هو مقد المسؤولية ولا نواياه إياك نوايا حقيقية وجدية هو مجرد ينطي أعذار ده أشوفه مشاعره بالفترة الحالية أكل بعض من عدكم صاير تجريح بالكلام بينكم وبينه أو أنتوا ناوين أنه تقطعون علاقتكم بهذا الشخص فده أشوفه هو بالفترة الحالية يريد يجي يحكيوا إياكم بصورة سريعة مندفع جدا يعني هو عنده طاقة تسرع طاقة اندفاع عالية فنواياه أنه هو يجي يرجع يدخل بالعلاقة ببيناتكم أو يحاول أنه يرجع لك ولكن بعد الرجوع النوايا مالت أنه هو يبقيك بهذه الطاقة طاقة التأخيرات طاقة الأحباط يعني هو راح يرجع همينه يوعدك أنه هو يحل الأمور أو أنه يصر ببيناتكم زواج أو أنه هو يصير أحسن ولكن يبقي عنده طاقة التأخير وطاقة الأحباط نوع من الكذب يبقى موجود عنده فهذا الشخص هو نواياه بالفترة الحالية أنه يأجل كل المواضع اللي بينكم وبينه ويأخرها هو بس يحاول أنه يكسب وقت أنت أساسا التحدي اللي يقدامك أنه أنت تخلي حد لهذا العلاقة لأنه أشوف هذا الشخص عنده تلاعب كبير يعني طاقته جبارة كل شيء متلاعب وكاذب ويقدر يسيطر على عقل الإنسان يقدر يستخدم العواطف يبتز الإنسان بعواطفة من ناحية العواطف يدخل للشخص ويحصل على شيء اللي هو يريده فبالفترة الحالية ده أشوف أنت أما قاعد تفكر بشخصين شخص منهم هذا المتلاعب وشخص الثاني هو ده تحس أنه هو فرصة وضاع من حياتك أو أنه أنت ممكن تكون هذا الشخص يعني هو من الماضي وراجع ده يحاول يرجع بحياتك فعندك طاقة علاقة ثلاثية ده أشوف بالفترة الحالية أكو علاقة ثلاثية وأحد الأشخاص اللي موجودين بهاي العلاقة عند النوع من هذا التلاعب قلت لكم ممكن يكون برج جدي ممكن يكون برج العذراء أو ممكن يكون برج القوس أو الأسد أو حتى الحمل اللي هنا هم موجود عندي يعني الطاقة اللي موجودة طاقة ترابية وطاقة نارية فأما عذراء ثور جدي أو عقرب أو قوس وحمل وأسد فده أشوف أنه الوضع العاطفي بهاي الفترة شوية محتاج من عندك وقفة محتاج من عندك يعني عزم أنه أنت تقدر تخلي حد لهذا الوضع والكركب اللي موجودة بحياتك عدم الوضوح والتشويش وعدم اتخاذ القرارات أنت لازم تأخذ خطوة بالفترة الجاية أنه أنت تتخذ القرار الصحيح بخصوص هذا الشخص أو بخصوص الأشخاص اللي موجودين بحياتك البعض منكم ممكن يكون هو كاشف علاقة ثلاثية بهاي الفترة وله السبب هو قاعد نهى العلاقة بهذا الشخص المتلاعب بس هذا الشخص المتلاعب ده أشوف أكو تواصل بينك وبينه راح يصير خلال هذا الشهر وراح يصير ببناتكم بتجريح بالكلام أما أنت راح تجرح بالكلام أو هو راح يجي تجرحك بالكلام لأنه ده أشوف عنده طاقة تعصب يعني ممكن هذا الشخص لأنه أنت تركت صايرة عندها طاقة طاقة الهجومية فدا أشوف أكو تواصل سريع راح يصير وياك وهذا التواصل راح يصير بيعني مو تواصل بلنا راح يكون بتجريح التحدي اللي قدامك يا برج الميزان هذا الشهر التحدي اللي قدامك ممكن يكون عملي وممكن يكون عاطفي راح أقول لكم على الصعيد العملي معناه وحقول لكم على الصعيد العاطفي على الصعيد العملي إذا أشوف أنه أنت بالفترة الحالية عندك ملل من الموضوع العملي مثل ما قلت لك بالبداية أنت بعمل صار لك فترة تتعب 80% وتحصل احتمال الأرباح اللي تجيك من عنده فقط 20% فبالفترة الحالية أنت هذا العمل ده تشوفه أنه مو رؤية طويلة الأجل هذا العمل مو الشي اللي أنت تدور نفس الوقت ده أشوف عندك طاقة متاعب وده تبدل هواية مجهود ولكن هذا العمل ما قاعد يوصل للمكان فبالفترة الحالية التحدي مالتك أنه أنت تتخلص من عمل تعرف أنه مو شي طويل الأجل لك وتبلش بمشروع جديد التحدي اللي قدامك هذا العمل شلون راح تقدر تتجاوزه أو شلون راح تتخلص من عنده لازم تفكر بعقلانية بهاي الفترة لازم تتخذ خطوة جريئة ممكن حتى يعني ما كمانع أنه تاخذ استشارة من شخص فاهم يساعدك أنه أنت تلقى عمل جديد لازم تتخلص من هذا العمل اللي متاعبك وما قاعد تاخذ بمجهود أنت تعرف أنت نفسك عندك إدراك بفترة الحالية وراح يصير عندك إدراك أنه هذا العمل متعب ومو طويل الأجل مجرد النتائج مالته ومو النتائج اللي مرغوبة أنت بديت يعني تحس أنه تعبك قاعد يروح شي على الخال بلاش فلا شوف أنه لازم شلون تتجاوز لازم تخلي حد لهذا العمل إذا كان عندك ملل منه وتعرف اترك هذا العمل وبلش تدور على العمل جديد والفرصة الثانية موجودة أما إذا كان على الصعيد العاطفي فلا شوف أنه أنت بعلاقة بالفترة الحالية قاعد تفكر بها بعقلك يعني قلبك هواية بمشاعرك وتارك عقلك بالفترة الجاية ده أشوف أنه هاي العلاقة اللي أنت بيها تعبت بيها هواية وضحيت بيها وقاعد تنطب بيها قاعد تحاول أنه تبني علاقة بس هاي العلاقة ما قاعد توصل للمكان اللي أنت تريده وما قاعد تتقدم يقدر أو ما يستحق هذا الشي نفس الوقت لا أشوف احتمال تكون أكو بين اتكم اختلافات هواية بينك وبين هذا الشخص فتفكيرك بشكل مفرط بالعاطفة مخليك ما تشوف السلبيات وما عندك إدراك أنه هاي العلاقة شنو حقيقتها ما قاعد تقدر تشوفها على حقيقتها بسبب التفكير العاطف اللي موجود فشون تقدر تتجاوز هاي العلاقة النصيحة تقول لك أنه اترك التفكير العاطفي لأنه هو اللي مشوه الإدراك عندك هو اللي ماذا يخليك تعرف تتخذ قرار بخصوص هاي العلاقة ولا تشوف الوجه الثاني لها أو الوجه الحقيقي التحدي اللي قدامك أنه أنت تقطع علاقتك بشخص متلاعب والعلاقة ويا مو علاقة طويلة الأمد ولا راح تدوم هي مجرد علاقة وقتية وتنتهي ومجرد تاخذ منك وقت وتعب ومجهود رغم أنه أنت بالفترة الحالية ده هشوف عندك القدرة أنه أنت تشتغل عليها وتساهم بخطوات بس العلاقة ما قاعد تتقدم من طرفه فالتحدي لقدامك أنه أنت تقطع هذا الشخص المتلاعب اللي موجود بحياتك أو راح يرجع يبلش يظهر بحياتك بالفترة الجاية تخلي لحد وتقطع من حياتك بالنسبة لنقاط الضعف لك يا برج الميزان نقاط ضعفك هذا الشهر راح تكون أنه أكو سر أنت خايف ينكشف نقطة ضعفك سر أنت خايف ينكشف ده أشوف بالفترة الجاية هذا سر ينكشف ونفس الوقت ده أشوف أنه عندك بعض المخاوف والقلق والأوهام وحتى كوابيس بالليل بسبب موضوع معين أنت ده تفكر به أو حتى ممكن يكون تجاه شخص من برج الحوت ممكن تكون قاعد تفكر بشخص من برج الحوت وهو نقطة ضعفك بالفترة الحالية ممكن يكون هو نفس هذا الشخص المتلاعب أيضا برج الحوت هنا موجودة أبراج الناس اللي تعرفوهم موجودة فنقاط ضعفك هي المخاوف وقلقك لازم تتغلب عليها بهاي الفترة لازم تتخذ قرارات جدية تحاول أنه تكون قوي أما بالنسبة لنقاط القوة اللي لازم تشتغل عليها بهاي الفترة